هل يجوز للمرء أن يتخيّر ما شاء من هذه المذاهب الأربع؟ چار مذهب تلك كنو اكتاك نرباچن قرار كي كالوجن جائز هوبه هذه المسألة تكلم عنها أهل العلم كلاما طويلًا فقد فصل أهل العلم في قضية اختيار المذهب الذي يتمذهب به المرء؟ كنو بكتين ادرشتو مذهب كرهن قرار بفره أهل العلم قن بستور بكها دئيسن وقالوا إن له حالتين أربوليسن اي بيشي دوتي حالت با دوتي أبوستها الحالة الأولى اك نامبر حالت أن يكون المرء في بلد بكتر جنو اوچد خلو تار ديشه بوهول پروچلتو چلو من مذهب كي غرهن قرار وكل أهل ذلك البلد على مذهب واحد اي بان اي ديشير شاكول مانوش رو اوچد خلو بينا مذهب غرهن ناكوري شباي اك مذهب غرهن قرار كلمتهم مجتمعة عره اي تهولو شربو شمتو كتا وفتواهم وتعليمهم اي تهولو اهل العلم در شكه اي بان فتواه بناء على قواعد ذلك المذهب وي مذهب الوصول الوبر بيتكوري اي فتواه فالقاعدة عند اهل العلم ان المرأة يلتزم مذهب بلده وليخرجو عنه مداما مقیما في دارك البلد وقد نقلو في الطبقات ان رجلا جاء للقاضي ابي يعلا رحمه الله تعالى راغبا في التفقه عليه طبقات نامو كتاب المدده غطونا اولاق كوريشن ایک جن بكتی فکر جان اور جن قرار پروتی اگروحي ہوئے قاضي ابو يعلا نیکت آسه وان ينتقل الى مذهب الامام احمد ابون شافی مذهب تھی کہ امام احمد ار مذهب اور تاتھ هم بولی مذهب پروتن ہوتے چاہئے فسأله ابو يعلا اتھا پر ابو يعلا لکتی کے رشن کرلو فقال من ای بلد انت ابون بولو تم کون دیش تھی کے عرصو فذکر له بلده لکتی تار دیشن نام اولک کرلو ثم ذکر له ابو يعلا ان اہل بلده انما هم على مذهب الشافر تار دیشن نام سنے ابو يعلا تاکے بولو سے دیشن شکل مانوشتو شافی مذهب ار اونو شاہد وقال الزم مذهب اہل بلدک ستران تومیو تمار دیشن چلوما مذهب کے ابو سکیو بھاو گرہن کرو تاہول امرہ ایک جن اروبیو شاہیکر بکتب بو تھے که اٹھای بست پارلام جے جئی دیشن مدد جئی مذاہب چلوما نرے شے شئی دیشن مانوش شئی مذاہب کی گرہن کرو ایمون کی شئی مذاہب کی گرہن کرو آبوشک لازم